إلى البطولة الوطنية لكرة القدم حيث فاز سهرة أمس فريق ملودية وهران على شباب الوزداد بنتيجة هدف دون رب وهذا لحسب الجولة الرابعة والعشرين من بطولة رابطة الأولى وسجل هدفها الملودية اللاعب سالم في الدقيقة الرابعة والثمانين عن طريق ضربة جزاء بوسالم يستعد يتقدم هل هو الهدف الأول في عدد الإعلاني